السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم معنا أخوتي في هذا الفيديو وهذا الفيديو سوف نتحدث عن تشكيلة محتملة وتشكيلة بشكل كبير هي التي ستكون أساسية مع المنتخب جانب إفريقيا بمقابلة التي قمنا بها نقطة ثمينة ضرورة لكي نتأهلون لكم على فريق و ستكون في يونيو في آخر الموسم من كل اللاعبين إذن أولا درجة رقائي بغي دخل 11 لواجدين ونحن فقط عن تشكيلة محتملة فقط هذا هي الرأي لنا فقط لا نقول أنها ضرورة تشكيلة والد الرقراجي والذي يعرف الشغل دي روحنا لا نعرفه باتاتا في حال والد الرقراجي إذن سوف نكون في حرصة المرامة محارس إيشبيلي الإسباني 31 عاما يدى ياسين بونو يدى المركز 9 أفضل حرص في العالم في 2022 المركز لا يستحق هو يستحق الثلاث الأول مركز الثاني أو الأول هنا كغانب سائز المدافع رقم واحد في المنتخب الوطني 32 سنة لاعب البطولة التركية واللاعب السابق البطولة الإنزليزية والآن مطلوب من مارسيليا الفرنسي إذن هذا كل شيء على غالم سائز المعلومات التي كانت في فروفيا على غالم سائز وشارك معنا في جوجمون روسيا والقاطر هو من عالم 2012 عصر السنين وهو في المنتخب الوطني المغريبي هناك نايف أكرد لاعب ويستهام الإنجليزي اللاعب اللي هو منتج جدا اللي يتمرس في البطولة الوطنية دينا في الفتح الريباطي ويستهام الإنجليزي ويستهام الإنجليزي باقي عنده 26 سنة باقي الهامش دير التطور باقي ممكن يمشي للفرقة كثير من ويستهام ويلا تبت نفسه هذا الموسم وفي الموسم اللي ماجي هناك أشرف حاكمي لعب باريسان جرمان الفرنسي 24 سنة اللي كاندونر في 24 سنة قدر أنه يلعب في ربع الفرق عالمية ويلعب نسف نيائي المونديل ويلعب بثلاثة الكؤوس إفريقية إذن عنده أحد كم هائل من التجربة أشرف حاكمي 24 سنة كم هائل من التجربة هناك الاكتشاف الكأس العالم ويحيى لا عطية الله لاعب الويداد البيضاوي 27 سنة وبالنسبة الناس عقول لك 27 سنة هو اكتشاف لا ليس اكتشاف لكن اكتشاف المنتخب الوطني المغربي في الجهة اليسرى التي قلنا نعاني منها بزاف بزاف بعد اعتزال عبد الكريم الحضراوي الوصول تازية ولكن الآن اعطية الله اعطانا تطمينة كبيرة في هذه الجهة أننا لم نبقى نشكره بزاف لعننا عطية الله وعننا المزراوي وعننا آدم ماثيناء وعننا بزاف اللاعبين التي يلعبون وحمزة منديل والموساوي بزاف اللاعبين التي يلعبون في الجهة اعتمنا عليها ارتكاز سوفيان امرابط لعب فرونتينة الإيطالي لعب منتز لعب مقاتل لأسف لعب محتياطي سوفيان امرابط وحي يجبرا أقل بكثير من سوفيان امرابط سوفيان امرابط لا يتصابنا هذا هو المعنى السالم لعب بطولة البرجيجية لعب منتز جدا قارب جدا من فالنسيا الاسباني ممكن يمشي في يناير او في يونيو إذا السالم املاح لابقوا عنده المشاكل مع الفرق قدير وما يلعبش للأسف سوف يقوز كونج من العسان يونيو وكانت منه في هذا الشهر يناير ينتاقن احد الفرق ينتاقن احد الفرق طبيعة الحال يمشي لا يبقى بطولة البرجيجية هناك عز الدين وناحية 22 سنة لعب بطولة فرنسا لعب منتز جدا وانا يتساقن احد الفرق في النابولي او انتر ميلانو لانه لديه مشاكل فقط في الجواج لانه لديه الجواج فقط مغربي لديه أوروبي لديه الجواج لديه انابولي او انتر ميلانو اذا التعليم لان كانت من الناحية ومنتز جدا لعب عز الدين لاعب منتز كده من المتخب الوطني المغربي هناك حاكم زياش كل شيء يعرف حاكم زياش حاكم زياش عشرين سنة جوجمون فقد كان معنا في 2012 في كامرون فقد كان معنا في مصر و في روسيا و في قطر هذه الدورات للتجمع التي طلع لها لها هو اللي كان دقاءة درابة الدزاء في 2019 لنخرج معنا من الكوب تارافريك مع المتخاب البنيني والذي كان درابة أخرى مؤثرة مع إسبانيا مع الدرابة الأخرى التي خلالتنا تأهل الرابع لنفوز على البرتغال بإصابة لصفرون اللي هزموا مع فرنسا جو الساق ونهزموا كذلك الترتيب مع كرواطيا بهدفين وهدف وهدف الداري هناك سوفيان بوفل 29 سنة لاعب منتاز جدا تبت نفسه في المونديال ومبقاش كي كتر بالزهر مراوغات كذلك سباح لاعب منتاز جدا هناك لاعب سوف يوسف النصيري لاعب منتاز جدا أمام كندا والبرتغال لاعب منتاز جدا الأساسية لا تذكر مع المنتخب الوطني لا تناقش لأنه شديره وحامد الله لا يمكن نفسه نصيره حاليا في المركز كمهاجم للمنتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر